موسيقى نشرة الأخبار من قناة زيتنا ونستهل وبيبرز العنوين حاكم التحقيق الثاني بالمحكمة العسكرية دائمة يزدر بطاقة إداء بالسجن في حق الزميل الإعلامي عامر عياد دائرة الاتهام بمحكمة الاستأنف بصوصة الزميل بطاقة إداء بالسجن في حق أربعة مظلون فيهم من بينهم صحفية فيما يعرف بقضية شركة انستالينغو بعد رد الجزائر بإغلاق أجوائها أمام طيران العسكري الفرنسي الفرنسي برلمانيون يدرسون مشروع قانون لتجريم فرنسا الاستعمارية وماكرون يعلن رغبته في إنهاء التوتر مشاهدين الكيران تحية طيبة إنما كنتم وأهلا بكم أعلنت منذ لحظات المحامي إنس الحراث أن حاكم التحقيق الثاني بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس أصدر بطاقة إداء بالسجن في حق الإعلامية عامر عياد وكان المحامي سامير بنعمر قد أكد أنه تم اليوم الاستماع إلى الإعلامية عامر عياد أمام قاضية تحقيق بالمحكمة العسكرية بتونس لاستنتاقه بخصوص حلقة برنامج حصاد 24 الذي تم بثه بتاريخ غرة أكتوبر الحالية هذا الصباح مثل صحفي عامر عياد أمام سيد قاضي التحقيق الذي قام باستنطاقه حول برنامج حصاد 24 الذي تم بثه يوم واحد أكتوبر 2021 وقام بتوجيه التهم عليه وتولى الرد على جميع الأسئلة المطروحة عليه ثم بعد ذلك تولت هيئة الدفاع الترافع في الملف وقد تركزت جملة المرافعات على بطلان إجراءات التطبع في هذا الملف وعلى خلو الملف من قراءة تدين الصحفي عامر عياد كما تم التأكيد على الصبغة السياسية لهذا الملف وعلى الأغراض التي من وراءها تم تتبع الصحفي عامر عياد بغاية خنق حرية الصحافة والقضاء على التعددية الإعلامية في تونس كما تم التعرض إلى عدم اختصاص القضاء العسكري خاصة أن عامر عياد هو صحفي ولا يمكن تتبعه إلا بناء على مقتضيات أحكام المرسوم 15 والمرسوم 16 صادرين سنة 2011 تتواصل عرائض الدعم والمساندة من قبل نقابين ومنظمات المجتمع المدني وصحفيين للتضامن مع الإعلامي بقناة زيتون آخرها عريضة مجموعة صحفيون ومدونون من أجل الديمقراطية وموقف نقابة الصحفيين الرافض لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية قدمت مجموعة صحفيون ومدونون من أجل الديمقراطية عريضة مساندة صحفية للإعلامي الموقوف عامر عياد في قائمة أولية وقد أكد الموقعون على العريضة بأن برنامج حصاد 24 والذي يبث على قناة الزيتون دأب على استعراض أحداث يومية ضمن نمط حواري معهود دون التخلي عن خط تحريري واضح المعالم حيث أضحى البرنامج صوتا صريحا للمعارضة في مواجهة مشهد إعلامي أحادي التوجه ليتم إيقاف الإعلامي عامر عياد بطريقة تعصفية على خلفية استحضاره قصيدة للشاعر العراقي أحمد مطر كما يفعل أغلب المناشطين اعتماد التعبير الفني إثراء وتأثيرا وفي هذا الإطار أعلنت مجموعة صحفيون ومدونون من أجل الديمقراطية عن تضامنها الكامل مع الإعلامي عامر عياد وتطالب بإطلاق صراحه فورا تبقى لما جاء في البنود المتعلقة بحرية التعبير في الدستور نقابة الصحفين بدورها أكدت رفضها محاكمة الصحفين والمدنيين أمام المحاكم العسكرية داعية القضاء العسكري إلى التخلي عن مثل هذه القضايا في النقابة الوطنية للصحفيين عندنا مسألة مبدئية وهي أنه نرفض محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وبالنسبة لمجال حرية الرأي والتعبير كل الإخلالات أو التجاوزات يتم تتبوحها وفقا للمرسوم 115 أمام القضاء المدني وبالتالي النقابة الوطنية للصحفين التونسيين تطالب النيابة العمومية العسكرية والقضاء العسكري بالتخلي عن القضية التي أثيرت ضد الإعلامي عامر عياد من جانبه قام الإعلامي والناشط السياسي زياد الهاني بإلقاء نفس القصيدة خلال برنامج حصاد 24 والتي تعرض بسببها عياد إلى المحاكمة العسكرية كان عامر عياد اليوم في موقوف من أجل قراءته في قصيدة جرأة من الشاعر العراقي أحمد مطر فأنا وفي نفس هذا المنبر سأعيد قراءة نفس القصيدة وأكثر من ذلك إذا اشتبها في أن عامر عياد يقصد بقصيدته قيس سعيد فأنا سأتوجه بها مباشرة إلى قيس سعيد لأقول له على لسان أحمد مطر قلت للحاكمي وأنا أقول لقيس سعيد هل أنت الذي أنجبتنا؟ قال لا لست أنا قلت يا قيس سعيد ما دمت إذا لست إلها أو أبا أو مالكا أو دائنا فلماذا تصر أن تركبنا؟ وانتهى الحلم هنا أيقظتني طرقات فوق بابي أيقظتني طرقات فوق بابي زوار الفجر اللي جاء العامر عياد أيقظتني طرقات فوق بابي افتح الباب لنا يا ابن الزنا وهكذا يتكلم خفافيش الفجر يذكر أن الإعلامي عامر عياد وقع إيقافه يوم الأحد الماضي صحبة ضيف برنامجه النائب عن اتلاف الكرام عبدالطيف العلوي في حديثة أثارت استهجان المدافعين عن الشرعية الدستورية تتواصل معارك الإلغاء في مقابل إثبات الوجود والفعل ورد الفعل بين رئيس جمهورية يستعمل كل أدوات الدولة للسيطرة على كافة مفاصلها في مواجهة معارضين لمشروعه الاستبدادي وفق بعض الأصوات أصدرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستأنف بسوسة بطاقة إداعا بالسجن في حق أربعة مضمون فيهم فيما يعرف بقضية شركة أنستالينغو بمدينة القلعة الكبرى المختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرغمية وهم وكيل شركة ومسؤول الموارد البشرية ومدير الإنتاج وصحفية تشغل خطة رئيسات التحرير وذكر نتق رسمي باسم المحكمة الهادي خصيب في تصريح إعلامية أن دائرة الاتهام بذات المحكمة أيدت قرار قاضية تحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 بإبقاء بقية المظنون فيهم الثلاثة بحالة سراح مؤكدا أن ملف القضية سيحال فورا على قاضية تحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 المتعاهد بالقضية لاستكمال الأبحاث وكانت النيابة العمومية وجهت للمظنون فيهم السبعة ولثلاثة أشخاص آخرين تهما تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاحة وإثارة الهراج والقتل والسلب بالتراب التونسية مع إضافة تهمة ارتكاب أمرا موحشا ضد رئيس الدولة وتهمة المؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات ضمن أمن الدولة الداخلية وذلك تبقى الفصول الـ 67 و 68 و 72 من المجلة الجزائية خلال لقائه المكلفة بتشكيل الحكومة نجلاء بودن بقصر قرتاج نفى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس أن تكون كافة الإجراءات التي أعلن عنها انقلابا مؤكدا أنه سيتم تركيز الحكومة بعيدا عما وصفهم بالانتهازين مضيفا أن بعض الأطراف لم يعد لها مكان في تونس حسب قوله خلال لقائه المكلفة بتشكيل الحكومة نجلاء بودن بقصر قرتاج نفى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء الأثنين أن تكون كافة الإجراءات التي أعلن عنها انقلابا مخاطبا من يتحدث عن انقلاب بأن ينظر في الزغاريدي وحتى رقصة الشيوخ فرحا بهذا المنعرج في تاريخ تونس حسب تعبيره وأفد سعيد بأن تونس تعيش على وقع لحظات تاريخية لم تعيشها من قبل وليس من حق أي مسؤول أن يخيب أمال الشعب الذي عبر عن ما يريد يوم الخامس والعشرين من جوليا ويوم الثالث من أكتوبر وفي ديسمبر عشر وألفين وجامف إحدى عشر وألفين وفق تعبيره من جانب آخر أكد سعيد أنه سيتم تركيز الحكومة بعيدا عن الانتهازيين وأطماعهم مؤكدا أن بعض الأطراف لم يعد لهم مكان في تونس بعد أن رفضهم الشعب واصفا معارضي بالحشرات كما عبر رئيس الجمهورية عن استنكاره لما أسمه التنكيل بالشعب من خلال الترفيع في الأسعار قائلا أنه سيتم التصدي لهؤلاء بإرادة قوية صلبة وسيدفعون الثمن باهظا في إطار القانون ولدى استقباله رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر قال سعيد أن الشعب يريد أن يطهير البلاد ولا يمكن تحقيق ذلك دون تطهير القضاء الذي يجب أن يقوم بدوره التاريخي مؤكدا أن سوارخه جاهزة للإطلاق من منصاتها لتضرب الفاسدين في أعماقهم حسب تعبيره مع تواصل غالبية القوى السياسية الرافضة لقرارات سعيدا الاستثنائية والتي تعتبرها انقلابا على الدستور ومع تزايد الانتقادات الدولية بخصوص التخلي عن البرلمان والديمقراطية ومع بلوغ الأزمة الاقتصادية منعطفا خطيرا يتساءل مراقبون حول جدوى خطبات سعيد بإصراره على اتخاذ قرارات فردية ومطلقة وإمعانه في سياسة الهروب إلى الأمام أكدت رئيسة اتحاد القضاء الإداريين رفقا لنباركي تعليقا على قرار رفض طعون تتعلق بالإقامة الجبرية أكدت أنه ليس القرار الأول من نوعه في تاريخ القضاء الإدارية ما بعد الثورة مذيفة أن قرار رفض 11 طعنا للوضع تحت الإقامة الجبرية لا يلزم سوى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بوصف صاحب الاختصاص الحصري في مادة توقيف التنفيذ وشددت رئيسة اتحاد القضاء الإداريين رفقا لنباركي في تصريح إعلامية على ضرورة تعديل المنظومة القانونية الحالية في اتجاه إصناد هذا الاختصاص إلى رؤساء الدوائر الابتدائية على أن تكون القرارات صادرة عنهم قابلة للطعن بالاستنافة تبقى لمبدأ التقاضي على درجتين المكفول دستوريا كشفت مبادرة لا رجوع أنه تم خلال الحركة القضائية الأخيرة نقل 28 قاضيا من أعضاء الدوائر الجنائية المختصة في العدالة الانتقالية من ضمنهم رئيس دائرة إلى دوائر أخرى حسب ما توفر لها من معلومات من جمعية القضاة التونسيين داعية للمجلس الأعلى للقضاء إلى التسريع في تعيين القضاة الجدد والتكوين هم بعد نقل 28 قاضيا من أعضاء الدوائر الجنائية المختصة في العدالة الانتقالية دعت مبادرة لا رجوع للمجلس الأعلى للقضاء إلى التسريع بتعيين قضاة جدد وتكوينهم لضمن استمرارية مرفق العدالة في تونس ذلك وصرحت المبادرة في بيان لها أن عمليات النقلة التي شهدتها الدوائر الجنائية هذه السنة فارقة حيث كانت لثلاثة قضاة من أصل خمسة بأربع دوائر جنائية إضافة لعضوين بخمس دوائر خلافا لنقلة أربع أعضاء بدائرة القيروان الأمر الذي سيعرقل سير العدالة ريثما يتم سد شغور في إشارة واضحة لما حدث في الحركة القضائية السابقة حين تمت نقلة 29 قاضيا سنة 2020 ذلك واعتبرت المبادرة هذا التغيير معرقلاً أساسياً لسير العدالة وتكريساً للإفلات من العقاب إذ سينجر عنه بصفة آلية تأجيل الجلسات نظراً لعدم توفر النصاب القانوني مع انتظار طويل لتكوين القوضات للجدد في مجال العدالة الانتقالية ومكفحة الفساد الأمر الذي سيساهم في إطالة المسار القضائي المتعثر منذ ثلاث سنوات دون أحكام صادرة عن هذه الدوائر وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والتي من ضمنها المحاكمة في أجل معقولة وفي ذات السياق دعت المبادرة لجملة من الحلول العاجلة لقناعتها راسخة بأهمية الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية كآلية أساسية لكشف الحقيقة ومكفحة الإفلات من العقاب وذلك بالتسريع بتعين قضاة جدد وتكوينهم وتمكينهم من نفس الامتيازات التي يتمتع بها زملائهم في الأقطاب القضائية الأخرى إلى جنب مساعدة رؤساء المحاكم على وضع سياسات لإدارة المحاكم تأخذ بعين الاعتبار أولويات التعهد والبت في قضايا العدالة الانتقالية وفقا للقانون عدد 17 إضافة لمطالبة وزارة الداخلية بتنفيذ بطاقة الجلب الصادرة عن الدوائر الجنائية المتخصصة التي بلغ عددها 237 بطاقة غير منفذة وهي اجدر بالذكر أن مبادرة لا رجوع هي مشروع ثلاثي يضم كل من منظمة البوصلة محامون بلا حدود والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يرمي إلى استمرارية مصار العدالة الانتقالية يعمل على إرساء ضمنات لعدم تكرار الانتهاكات الماضية والانتقال من حالة الاستبداد إلى نظام ديمقراطي يساهم في تكريس منظومة حقوق الإنسان أوضح رئيس النقابة تونسية لأصحاب السيدلية الخاصة نوف العميرة أن النقص في عدد الأدوية ناتج عن عدة أسباب من بينها نقص تمويل المنظومة الصحية مفسرا أن الوضعية تحسنت بشكل طفيف تسع عشرة والفين بعد حصول السيدلية المركزية على قرض لكن عادت الأمور إلى ما كانت عليه حسب تعبيره وأكد عميرة أن الأدوية التي تشهد نقصا تخص الأمراض المزمنة كالسكري وضغط الدم والغدد وأيضا الأمراض النسائية وأدوية السرطان توقفت مواقع التواصل الاجتماعي في إسبوك وانستجرام وواتساب أمسا الأثنين بشكل مفاجأ قرابة ست ساعات وأبلغ مستخدمون في مختلف أنحاء العالم عن عدم قدرتهم الولوج إليها وذكر بيان من شباكة فيسبوك أن خللا تقنيا داخليا تسبب في تعطيل عمل المنصة تعطرت بشكل مفاجأ مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستجرام وواتساب أمسا الأثنين حيث أبلغ مستخدمون في مختلف أنحاء العالم عن عدم قدرتهم الأصول إليها ليعود بعد انقطاع داما قرابة ستة ساعات بشكل تدريجي وذكر بيان من شباكة فيسبوك أن خللا تقنيا داخليا تسبب في تعطيل عمل المنصة وانه لا يوجد دليل على اختراق بيانات المستخدمين بسبب العطل التقنية موقع داون تراكر أفد أن أكثر من 125 ألف مستخدم على فيسبوك أبلغ عن مشكلات في الوصول إلى التطبيق فيما أبلغ مال لا يقل عن 98 ألف شخص عن مشاكل مع الانستجرام وقال حوالي 35 ألف شخصا أن واتساب يواجه صعوباته من جهتها كشفت مجلة فوربس أن مؤسس موقع فيسبوك مارك زوكربيرغ خسر حوالي 7 مليارات دولار بسبب تراجع أسهم الفيسبوك بنسبة 5% في عقاب تعطل منصتها للتواصل الاجتماعية وتجدر الإشارة أن فيسبوك واجه انقطاعات عالمية سابقا بما في ذلك حوادث انقطاع جزئي كبيرة في 14 أفريل 19 و2000 وال14 مارس من نفسي العام إلا أن حسب مراقبون هذا الحادث الحالي يعد أكبر انقطاع في تاريخ التواصل الاجتماعية رغم التزايد المستمر في أعداد المستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وأتذمرهم من انقطاع المفاجئ لهذه المواقع لكنها في المقابل باتت منصة مثالية للعزلة الاجتماعية حسب البعض ليبقى استخدامها سلاحا ذو حدين في مدنين انطلقت الحملة الوطنية للنظافة التي استهدفت عددا كبيرا من النقاط السوداء المنتشرة وسط المدينة والأحياء والأسواق الأسبوعية ومن رغم من هذا لا يزال المواطن في الجهة غير راض على أداء العمل البلدية انطلقت الحملة الوطنية للنظافة في مدنين والتي شملت عددا كبيرا من النقاط السوداء داخل المدينة ووسط الأحياء التي تشهد تكدسا للفضلات بالرغم من العمل اليومي لأعوان النظافة في بلدية مدنين اليوم انطلاق الحملة الوطنية لتحت السرافة سيد وزير الداخلية تمشي كان هو بالأساس تحسين نراء الوطير ترفع الحاويات والتنقيس والقضاء نهيين على عدد من النقاط السوداء وتختلف وراء متساكنين مدنين حول العمل البلدي بعد تركيز المجالس المحلية غير أنها تجتمع على ضرورة بناء وعي شعبي بعدم إلقاء الفضلات في الأماكن العامة الحملات هذه هي مش متواصلة خلال العام كامل تتعب ما تجيبش نتيجة ثم برشة حياة حتى بالشهرين ثلاثة أتأكد لك ما ندخلهمش وزبلت حتى أنا واحد لاس نسب زبل برشة نقص بلدية فما لي قايم بدورة ويخدم وفما لي ما يخدمش خلاص فما عبادي جي تبدأ البوبالة مثال بعيدة عليها عشر متر وطيش السشي تطيش مثال الفضلات مثال المأكلات يلزم زادة نحطها في السشيات زادة واحدها وطيش واش مع الفضلات يجي نعم إن شاء الله كونها تتلو هذه الحملة معناها تعاون وتجاوب إيجابي من المواطنين والمتساكنين بلدين حول وضع الفضلات في مكانها بالرغم من عمل بلدية المكان لزالت مدينة مدنين تشكو من كثرة انتشار النقاط السوداء للفضلات خاصة وسط الأسواق والأودئة ظاهرة تسعى البلدية إلى القضاء عليها بعد إتمام بعض الصفقات مع شركات خاصة لجمع الفضلات من الأخبار الوطنية نأخذكم إلى أخبار العالم بعد تعد السافر من الرئيس الفرنسي ملوى مكرون على الجزائر وفق وصفهم أطلق برلمانيون في الجزائر مبادرة لإعادة مصادقة على مشروع قانون يجرم فرنسا في الحقبة الاستعمارية ما بين ثلاثين وثمانمائة وألف وإثنين وستين وتسعمائة وألف نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني الغرفة الأولى للبرلمان يوسف عشيزة أوضح أن الخطوة يجري مناقشته مع عدة كتل وفق دراسة جدة من جميع الجوانب القانونية حتى يكون عملا جماعيا قبل عرض مشروع القانوني على التصويت ومن شأن الخطوة هذه تعزيز موقف الرئاسة الجزائرية التي شجبت بشدة تصريحات مكرون واستدعت سفير هلدى باريز للتشاور بالتزامن مع حظر الطيران العسكري الفرنسي من التحليق فوق الأجواء الجزائرية واتهم مكرون عن نخبة الحاكمة في الجزائر بتغذية الضغينة تجاه فرنسا مشككا في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسية ومهاجما النظام السياسي المتحجر والعسكري والمنهك والمفتون بالرؤية التركية في استفزازات مقصولة لكسب أصوات اليمين في الانتخابات المقبلة وفق وسائل أعلام فرنسية وأمام التصعيد الجزائري لطف الرئيس الفرنسي من حدة لهجته اليوم فيما يبدو أقرب إلى التراجع حيث قال إن لديه احترام كبيرا للشعب الجزائرية وعلاقات ودية مع الرئيس عبد المجيد تابون مبديا في نفس الوقت عن أمله في تهدئة الأمور وإحراز تقدم في العلاقات ممارسة اعتبرها الجزائريون ليست بالجديدة من الجانب الرسمية الفرنسية لحفاظ فرنسا على مصالحها كلما كان الموقف الجزائري قويا وفي مستوى التحدي دعا الرئيس التركي رجب طي بردوغان المجتمع الدولي إلى عدم السماح بإطارة الأزمة السورية عشر سنوات أخرى مؤكدا على ظروة إظهار إرادة أقوى لإيجاد حل سياسي يلبي تطلعات شعبها وشدد الرئيس التركي على أن بلاده تبدل جهودا كبيرة في منطقة إدلب مشيرا إلى أن الوجود التركي هناك أنقذ أرواح الملايين وحال دون تهجيرهم إضافة إلى مكافحة الإرهاب شمال سوريا لضمان وحدة ترابها على إثر الأسماء التي كشف عنها تحقيق واسع للاتحاد الدولي للصحفين الاستقصائيين رفضا قادة دولين وسياسيون تهم إخفاء أصول في شركة أوفشورا بعد تأكل تهربهم الضريبية ومن بين الذين وردت أسماؤهم مليك الأردن عبدالله الثاني ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ورئيس وزراء ساحل العجة ورئيس وزراء ساحل العجة ورئيس كينيا ورئيس الكوادر وامرأة ربطتها تقارير إعلامية بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأخبار العالم نصل إلى نهاية النشرة وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها حاكم التحقيق الثاني بالمحكمة العسكرية دائما يزر بطاقة إذاعا بالسجن في حق الزميل الإعلامي عامر عياد دائرة الاتهام بمحكمة الإسانف بيسو ستزر بطاقة إذاعا بالسجن في حق أربعة مضنون فيهم من بينهم صحفية فيما يعرف بقضية شركة أنستالينغو بعد رد الجزائر بإغلاق أجوائها أمام الطيران العسكرية الفرنسية برلمانيون يدرسون مشروع قانون لتجريم فرنسا الاستعمارية وماكرون يعلن رغبته في انتهاء التوتر نهاية النشرة نشكر متابعتكم في أمن الله اشتركوا في القناة